القدس أرض النبوات أرسل الله تبارك وتعالى فيها أنبياء ورسلا كثيرين أرسل الله على أرض القدس أرض فلسطين أرض الشام أرسل الله تبارك وتعالى عليها عددا من الأنبياء والمرسلين بداية من إبراهيم وبعده ابنه إسحاق وبعده حفيده يعقوب ثم الأسباط فيها أرسل داود وسليمان وزكريا ويحيا حيثما قرأت في القرآن الكريم من أوله إلى آخره فمررت بقصة واحد من هؤلاء فإنها تذكرك القدس والمسجد الأقصى لماذا؟ لأنها جرت على أرضه لأن أحداث هذه القصص وذكر هؤلاء الأنبياء وهذه الحيوات الشريفة حياة الأنبياء وحياة أتباعهم وأصحابهم وحواريهم كانت على هذا الثرى المبارك على هذه الأرض الطيبة العظيمة وهؤلاء الأنبياء كانوا ضيوف العرب عليها فأكرم العرب وفادتهم وأكرم العرب رسالتهم وأكرم العرب وجودهم بينهم من أول إبراهيم وسارة إلى نهاية عيسى عليه الصلاة والسلام فأرض القدس أرض النبوات أرض الطاهرين أرض الأنبياء أرض المرسلين أرض امتلأت جنباتها بالوحي وهذه المكانة والمنزلة العظيمة تجعل الأمة تحتل هذه القدس من قلبها عرشا عظيما كبيرا ومكانة عظيمة كريمة ينبغي على الأمة أن تعرف للقدس مكانها ومكانتها ينبغي على الأمة أن تعرف للقدس شرفها وفضلها ومن فضلها أنها أرض النبوات أرض أولئك الأنبياء أجمعين لا نتكلم الآن عن فضل خاص أو عن آية بنفسها إنما نتكلم عن القرآن كله حيث ما قرأت في القرآن من أوله إلى آخره خبر نبي من الأنبياء من أول إبراهيم إلى عيسى وحيث ما سمعت حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نبي من أولئك الأنبياء والمرسلين فاعلم بأن الله يتكلم الآن وأن رسول الله يتكلم الآن عن القدس الشريف عن المسجد الأقصى المبارك هذه أرض النبوات وكفى فإذا كانت هذه أرض النبوات هل يليق بالمسلم أن يدعها في أيدي الخبثاء هل يليق بالمسلم والمسلمة أن يتركها في أيدي الأنجاس الأقذار لا ينبغي هذا على الإطلاق ينبغي أن يكون كل مسلم ومسلمة على أهبة الاستعداد لكي يضحي بنفسه ودمه لكي يضحي بأهله وولده لكي يضحي بماله وبكل ما يملك فداء هذه الأرض الطيبة أرض النبوات